وجهت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أول أمس الجمعة رسالة إلى سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني وتعليم العالي والبحث العلمي تحتج فيها على توقيف حوالات موظفين وموظفات في وضعية استشفاء مطالبة إياه بالتسريع بمعالجة الأمر سلمة غزالي التوجه الديمقراطي يحتج على أمزازي بعد توقيف حوالات موظفين في وضعية استشفاء ويطالب وزارة التربية الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها والأخذ بعين الاعتبار وضعية موظفين وموظفات أثنوا عمرهم في خدمة المنظومة التربوية الدعوة وجهتها الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في مراسلتها الأخيرة ردا على توقيف أجور مجموعة من موظفات وموظفية الوزارة ممن يعانون من أمراض مزمنة كالسرطان وتصفية الدم وأمراض نفسية الجامعة أكدت في مراسلتها إلى اضطرارها للتدخل العاجل بعد توقيف أجور مجموعة من الموظفين بحجة أن الخزينة العامة المعتمدة لدى القطاع لا تتوفر على آخر شهادة طبية طويلة الأمد المعنيات والمعنيين بالأمر أو غياب مصاري قرارات الرجوع بعد الشفاء أو قرار العجل الصحي ووصفت الجامعة القرار بالارتجالي موضحة أنه نتيجة لغياب تنصيق ما بين مصالح الإدارة المركزية ومصالح الأكاديمية الجهوية وكذل مصالح الصحية الجهوية مما نتج عنه تأخير في المصادقة على الشواهد والقرارات الإدارية للمتدررين والمتدررات وبالتالي تعريضهم لاقتطاعات وإيقاف الأجر بشكل غير قانوني على حد تعبير التوجه في مراسلته ترجمة نانسي قنقر